ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهدف السهر على احترام ضوابط القانونية التنظيمية المؤثرة لتموين السوق وللمعاملات التجارية وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين تنقوم أيضا بالتنسيق بين أجهزة المراقبة المراقبة الخاصة لتتقوم بها مصالح الأنصى لتتقوم بها مصالح الصحة ولتتقوم بها مصالح العمالة أجهزة ومصالح المراقبة والعمل على تحسين فعالية تدخلاتها في الوقت المناسب هذه الأجهزة تتكون من مصالح الأنصى المصلحة البيطارية ومصلحة المراقبة وحماية النباتات وهذا الجهاز الخاص للصحة القطع الصحة يعون نفس مجال التدخل هناك أيضا الرصد والتدخل في الوقت المناسب بغية حماية حق المستهلك المستهلكين بصفتي عامة هناك أيضا تلقموا برصد وتطويق أي ممارسة غير شريفة تقوم بها من شأنها التأثير على الميكانيزمة ديال السوق العادية سعيا لرفع الأسعار مثلا أي ممارسة تتمس الرفع بالأسعار تكون هناك تدخل ديال الأجهزة المراقبة ديالنا وتلقموا بزجر أي مخالفة في هذا الشأن مع فرض احترام الأسعار المقننة واحترام إشهار الأثمان لأنه إلا ما كانش إشهار الأثمان أوتوماتيق موتا تنحروا مخالفة في حق هذا المخالف هناك أيضا تلقموا بتعزيز التواصل بيننا وبين التجار عن طريق المنتخبين ديالهم في الغرف المهنية لأنهم هم الممثلين ديالهم تلقموا بتحسيس ديال هذا التجار جميع التدابير الواجهة اتخاذها في مجال إشهار الأسعار في مجال تقديم جودة ديال المنتوج ديال جودة الموضة الغدائية ومرقبة التواريخ انتهاء الصلاحية إلى غير هذا من تدابير